طباح الاثنين المنصرم كان من المتوقع أن تحط طائرة تابعة لشركة طيران لفتنزا الألمانية آتية من فرانكفورت في مطار بيروت الدولي ليعود كابتن الطائرة ويحلق من جديد لأكثر من عشرين دقيقة ما أثار حالة دعر بين الركاب ولم يهدأوا إلا عندما علموا من القبطان أن وجود كلب على المدرج حال دون هبوط الطائرة تدى الكابتن عملية بعملية الهبوط وصرنا فوق المنطقة الروشة وواضحة كانت معالم الروشة والبنيات وقبل ما يغط يمكن بمئات الأمتار بس إذا مش أقل رجع شقل طلوع فجأة طبعا عمل حالة من الظعر بين الركاب اللي تفاجأوا شو سببها أخذتهم أفكارهم يمكن البعض بعلامة أخرى بيطلع الميكرو الكابتن بيقول كما لاحظته كنا بمرحلة الهبوط وعلى وشك ننزل لكن برج المراقبة يبلغنا أنه ما فينا ننزل لأنه الطيارة اللي قابلنا دهست كلب حرفيا قال أنه الطيارة اللي نزلت قابلنا هي اللي دهست كلب وهذا سبب بإقفال المدرج اللي بننزل عليه هل أنا سؤالي هل يجوز مطار دولي في مدرج واحد لهبوط الطائرات أو إخلاعها إلى ذلك نفى نائب رئيس إدارة المطار فادي الحسن الأمر وأشار إلى أن الإدارة لم تتلقى أي شكوى عن الحادثة وبرج المراقبة أكد عدم وجود أي شيء على المدرج في وقت هبوط الطائرة إنه ينقال ما صار شيء والملاحة تعطلت تلت ساعة لا هون في خطورة بالكلام وفي مسؤوليات أزى هذا الكلام اللي نسيب لنائب رئيس المطار صحيح ليش هلأ هالكلام نقال تأديري مش معلوماتي أنا مبارح صدفة كنت بواجب تعزي في مكان بلتق بين معالي الوزير غازي زعيتر اللي هو صديق وكنن له كل احترام هو ظاهر من التعزي وأنا فيت قلت له والله معالي الوزير تذكرتك التنين اللي وين قلت له فجرا أنا وعمز المطار بيروت وحكت له الحادثة ما معه خبر تفاجأ تأديري يكون هو رايح سائل مبارح أول يوم عن الموضوع ويمكن نافي له أنه يقول برج المراقب ما في شي أنا برأيها هدي قمة الخطورة قمة الخطورة يعني ممكن يصير أي كارسي بالمطار ويقوله ما في شي عبو الأزاء آيلينا الحكي مضبوط المطار مضبوط بس منان فالكلمة كمان مش شغل تروح دقيق منان الكلابة عن تفلات وفي النهاية في ظل تقاضف المسئوليات أو عدم التوضيح يبقى الراكب الضحية